هذه أبرز العناوين جامعة الكرة تخطف موهبة مغربية جديدة من إسبانيا واللاعب فخور جدا عجل الجامعة تخرج بتصريح مفاجئ عن قرار أدم أزنو التخلي عن المنتخب المغربي بعد تهميشها لويس إنريكي يوجه نصيحة ذهبية إلى أشرف حكيمي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس جامعة الكرة تخطف موهبة مغربية جديدة من إسبانيا واللاعب فخور جدا خطفت الجامعة الملكي المغربية لكرة القدم موهبة مغربية جديدة من إسبانيا ويتعلق الأمر بإسماعيل الزيان لعب في تياني فريق برشلونة وتم توجه الدعوة للزياني من موليد سنة 2009 من قبل جامعة الكرة من أجل المشاركة مع منتخب أقل من 15 سنة في معسكره المقرر خلال الفترة الممتدة ما بين الحادي عشر والثامن عشر من دجمبر القدم ورسلت الجامعة رسميا فريق برشلونة من أجل السماح للزياني للمشاركة في هذا التربوس الإعداد يستعداد للاستحقاقات القادمة ونشر اللاعب الوعد صورة للمرسل عبر صفحته بالإنستغرام معلقا عليها بأنه فخور بهذا الاستدعاء وسبق للجامعة أن نجحت في تأهيل إلياس أخماش لعب فياريال الإسبانية وخير رجو مدرسة اللامسية لللاعب مع المنتخب المغربي الأولمبي حيث شارك في ودية الدانيمارك ولولئة المتحدة الأمريكية استعداد للإلعاب الأولمبيا بعدما سبق له اللاعب لمنتخب لاروخة في الفئات السنية الصغرى يشار إلى أن الزياني من والد مغربي وأم إسبانية وسبق له أن حمل شارة العمادة في فئة صغر برشلونة الإسبانية الذي لا يزال يلعب معه لفئة أقل من 15 سنة بلاغ عاجل الجامعة تخرج بتصريح المفاجئ عن قرار أدم أزنو التخلي عن المنتخب المغربي بعد تهمشه أكدت الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم أنها لن تفرط في موهبة باير مينيخ الألماني أدم أزنو ساحب 17 سنة الذي يشق طريق التألق بألمانيا بعد ملفة الأنظار رفقة الفريق البافاري ورغم أن أزنو لم يحضر رفقة المنتخب المغربي للفتيان في نهاية مونديال أندونيسيا بسبب اختيارة المدرب ساعد شيبا إلا أن مسؤولا جامعيا أكد حسب جريدة المنتخب بأن الجامعة ستوصل الاهتمام باللاعب أدم أزنو في أفق عودته للصفوف الفريق الوطني إذ يفسح المجال أمامه من أجل الانضمام للصفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة الجامعة وبعدما بدلت مجهودات كبيرة عن طريق كشفها بإسبانيا وألمانيا ربيع تكسا وعادي البجعدة من أجل إقناع آدم باللاعب مع المنتخب المغربي لن تطوي ملف اللاعب وستواصل التواصل معه كي يظل اللاعب مرتبطا مع منتخب بلدها لما يملكه من مؤهلات تقنية وبدنية جد محترمة مصدر هذا الخبر موقع المنتخب لويس إنريكي يوجه نصيحة ذهبية إلى أشرف حكيمي أشهد الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريسان جرمان الفرنسية بلاعبه المغربي أشرف حكيمي وعدد إنريكي صفات أشرف داخل رقعة الميدان وأشار أيضا إلى أنه لا يجب عليه أن يكون راديا عن أدائه حتى لو سجل أربعة أهداف في مباراة واحدة وأن يبقى دائما طموحا وقال لويس إنريكي في التصريحات لبرايم فيديو أنا معجب كثيرا بأسلوب أشرف حكيمي فهو يملك حسا هجوميا كبيرا كما يحب أيضا القيام بالأدوار الدفاعية بل إنه يحب الدفاع بشرصة وأضف نحن نعتبره لعبا مثاليا لكن مع ذلك يجب عليه تحسين بعض الأشياء على مستوى اللعب وهذا ما أطمح إلى استخراجه من أشرف أحاول دائما تنبيهه بأن لا يكون مقتنعا وراضيا بمستوى حتى لو سجل ثلاث أهداف أو قدم أربعة مرات حاسمة يجب أن يستمر في الطموح للمزيد وإن لم يعمل بهذه النصيحة فسوف أقوم بتذكيره بها ويقدم أشرف حكيمي مستوية كبيرة هذا الموسم رفقة النادي الباريسي حيث سجل إلى حدود اللحظة أربعة أهداف وقدم أربعة مرات حاسمة ويستعيد أشرف حكيمي لخوض نهائية كأس أمم إفريقية بالكودفورة مع المنتخب الوطني المغربي والتي ستنطلق في الثالث عشر من شهر يناير القادم الكاف يصف نصاري بالساحر المغربي استحضر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تألق الدولي المغربي يصف نصاري لعب نادي إشبيليا الأسباني والمنتخب الوطني لكرة القدم برفقة الأخيرة خلال مشاركة رفقة الأسود في كأس العالم بقطر والسعاد الكاف مجموعة من المحطات الرائعة للمهاجم أنصار رفقة المنتخب الوطني من خلال إشارة فيديو يوتيق تألق اللاعب وعلق الجهاز المذكور على مقطع الفيديو بالقول يوسف نصاري الساحر المغربي والسجل الدولي المغربي يوسف نصاري يوم الأحد الماضي هدفه الخامس هذا الموسم رغم هزيمة فريق إشبيلي أمام ريال سوسيداد بهدفين لوحد وذلك خلال المباراة التي جمعتنا برسم الجولة الرابعة عشر من البطولة الإسبانية لكرة القدم وعاد ليوسف نصاري رقم الجوهرة السوداء العرب بنبارك الذي صمد لسابعين سنة كأكثر لعبين مغربيا سجل في الدور الإسباني علما أن الأخير خاض بالليغة 113 مواجهة في خمس مواسم متتالية الهلال السعودي يتأهل لدور الستة عشر في أبطال أسيا تأهل فريق الهلال السعودي إلى دور الستة عشر ببطولة دور أبطال أسيا لكرة القدم عقب فوزي على موضف النفب خور الأسبك بهدفين لسفر خلال المباراة التي جمعتهما يمثلت ضمن منافسة الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة والتي شهدت فوج نصاج مارسدان الإيراني على ضيف مومباي سيتي الإندي بهدفين لسفر أيضا وسجل مالكوم أليفيرا وسلم الدوسي لهدف الهلال في الدقيقتين الستين والخمسة والثمانين وأنهى النفب خور المباراة بعشرة لعبين بعد طرد إبراهيم يولدشيف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدأت ضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنضار الثاني وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يمثلت أيضا فوز نصاج مارسدان الإيراني على ضيف مومباي سيتي الهندي بهدفين لسفر وسجل هدفين نصاج محمد ريدا أزادي في الدقيقة الرابعة عشر وهالينغنغونتو لعب مومباي سيتي بالخطأ في مرماها في الدقيقة الثانية والثلاثين وانفرد الهلال بصدرة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات مقابل عشر النقاط لنفب خور وست نقاط لنصاج مارسدان في حين بقي رصيد مومباي سيتي خاليا من النقاط وضمين الهلال الفوز بصدرة المجموعة والتأهل إلى دورة 16 لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام نفب خور هذه أبرز العناوين جامعة الكرة تخطف موهبة مغربية جديدة من إسبانيا واللاعب فخور جدا عاجل الجامعة تخرج بتصريح مفاجئ عن قرار أدم أزنو التخلي عن المنتخب المغربي بعد تهميشها لويس إنريكي يوجه نصيحة ذهبية إلى أشرف حكيمي اشتركوا في القناة